بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن وله إن شاء الله في هذه السلسلة رح أبلش أشرح مساق التوبولوجي مساق التوبولوجي بعتمد اعتماد كبير على مساق نظرية المجموعات اللي هو سيت تيوري طبعا المحاضرة الأولى اللي هي لكتر 1 وكانت يوم الأحد بتاريخ 16 حكى الدكتورية كمقدمة بسيطة وراجع مراجعة بسيطة للسيت تيوري وحكى بعض التاريفات الأساسية فنبلش سواء معنا إن شاء الله اليوم بعض التاريفات الأساسية وهي مراجعة للسيت تيوري نروح للدفينيشن سواء الدفينيشن شو بيحكي لنا for a given set x x capital x ينتمي إلى x x small means x is an element of the set x إذن شو معناها بيحكي لنا إنه إذا معنا مجموعة x طبعا x مكتوبة x capital لأنه دائما إحنا منعبر عن مجموعة بcapital letter هذا الوصف معنا x ينتمي إلى x طبعا x small ينتمي إلى x capital x capital مجموعة وx small أنصر متى ما نقول إنه هذا x ينتمي إلى x إذن means x is an element of the set x يعني إنه هذا الأنصر هو إيش x هو أنصر من المجموعة x إذن هذا هو فقط تعريف بالانتماء نقدر كمان نقول إنه x capital المجموعة x تساوي كل العناصر x بحيث x ينتمي إلى x إذن هاي الخاصية وينما تحققت بقدر ايش أعتبر العنصر اللي بحققها ينتمي إلى المجموعة x هذا الوصف فيه شوية فلسفة بحكي لنا إنه المجموعة x هي كل العناصر التي تنتمي إلى هذه المجموعة يعني ما حكاش إشي زيادة طيب بحكي لنا ويساوي x كل العناصر x بحيث x إذا قدرت ألاقي خاصية تحقق لكل عناصر المجموعة بقدر استخدم البلدر نوتاشن هذا بسموه البلدر نوتاشن إذن في عندنا طريقتين لذكر العناصر في عندنا طريقتين لذكر عناصر المجموعة الطريقة الأولى اللي هي ذكر العناصر أو سيرد العناصر الطريقة الثانية الصفة المميزة البلدر نوتاشن تمام طب سننوضحك مثال إذن بحكي لنا هي كل العناصر x التي تحقق الخاصية به مثلا نو بدي أحكي عن الأعداد الزوجية إحنا بنعرف الأعداد الزوجية شو هي إذن أول ش بدي أكتبها بطريقة ذكر العناصر اللي هي الأعداد صفر ثنين أربعة إلى المالة نهاية وسالب ثنين سالب أربعة إلى السالب مالة نهاية تمام هاي ذكر العناصر أما إذا بدي أكتب المجموعة بطريقة الصفة المميزة شو بكتب إنها كل العناصر x بحيث x هي شو ساوي 2 k و k ينتمي إلى زد إذن هاي عن طريق وصف المجموعة أو وصف العناصر طيب نكمل رمز q عن شو بعبر الرمز q هو رمز الأعداد النسبية اللي هي rational numbers وهو كل العناصر x بحيث x is a rational number يعني مجموعة كل الأعداد النسبية طيب شوفونا هذول المثالين مثالين متشابهين ولكن فيه فرق بسيط let a يساوي عند المجموعة a كل أعداد x بحيث x أكبر من صفر وأقل من أو يساوي 20 على سبعة و x ينتمي إلى natural numbers إذن أنا بتدخل العناصر من ايش من ان وتكون محصورة بين الصفر والعشرين على سبعة فما هي العداد الطبيعية التي هي أكبر من صفر وأقل من أو يساوي 20 على سبعة 20 على سبعة تقريبا 2.7 إذن العداد الطبيعي الموجود بين هذول العددين 1 2 فقط إذن هي 1 2 إذن هي كتبت المجموعة بطريقة ذكر عناصرها أما المجموعة b يتطلعوا على المجموعة b معنا وهي كل عناصر x التي هي أكبر من صفر وأقل من أو يساوي 20 على سبعة وx هنا ينتمي إلى r بدأ أخذ العناصر من r كاملة مش بس الأعداد الطبيعي أي أعداد فرح تكون الفترة من صفر إلى 20 على سبعة 20 على سبعة داخله لأنه أقل أو يساوي أما الصفر غير الداخلي لأنه أكبر من صفر فرح تكون الفترة المفتوحة من صفر إلى 20 على سبعة هون 20 على سبعة ناسي عدلوها تمام الآن معنا بعض المجموعات الشائعة الي أخذناها بالستثيوري نذكرها الصريع إذا أول مجموعة معنا figure assembly ونعرف mijn tax كلها من السائل بما لا نهايه إلى المال لا نهايه الان هي natural numbers وهي مجموعة الأعداد الطبيعية الان شو عناصرها الآن هي بأنها ورحمة 1 وراح Territor الى المال لا نهاية هذه الأعداد الطبيعيه أما Z فهي الأعداد الصحيحة أو الانتجارز اللي هي الأعداد 0,1,2 إلى المالة نهاية سالب 1, سالب 2 إلى السالب مالة نهاية إذن الانتجارز هي المشورة النمبرز بس أضغطنا الصفر والسوالب طيب بالنسبة ل Q كومبليمنت نحن نعرف Q هي الراشنال نمبرز Q كومبليمنت الراشنال نمبرز يعني الأعداد غير النسبية هي مكتوبة الأعداد غير النسبية وهي متممة الأعداد النسبية إذن هي R عدى Q طبعا R عدى Q بتكتب بطريقتين إما ناقص أو زي هيك R عدى Q طيب شو التعريف الأساسي للمجموعة Q الأعداد النسبية شو هي الأعداد النسبية لما عرفناها إذن Q يسوي كل الأعداد التي يمكن كتابته على الصورة A على B و A و B منين بلن نجيبهم من Z إذن نقدر نكتبها صورة كسر بسطوة مقامه أعداد صحيحة طبعا بشط أنه B لا يسوي صفر يعني المقام ما يكون صفر تمام طبعا في ملاحظة بسيطة بقول إنه R هي عبارة عن Q اتحاد Q كومبليمنت يعني Q الأعداد النسبية والQ كومبليمنت الأعداد غير النسبية لما نعملهم اتحاد بشكل R كاملة هاي بالنسبة لمحاضرة واحد في محاضرة اثنين حكي الدكتور عن إيش؟ عن بعض التعريفات أول تعريف معنا إلا هو ماذا يعني؟ طبعا إحنا بالأشكال منعرف تطلعوا لهون بالأشكال إحنا منعرف أنه إذا عندنا مجموعتين واحد الجوة الثانية منعرف أن الجوة هي صفر من البرة إذن هاي المجموعة B اللي شايفينا جوة هي جزء من A إذن B صفر من A لكن كتعريف رياضي نروح للدفينيشن A صفر من B متى بتكون مجموعة A صفر من B إذا هو فقط لكل X ينتمي إلى A فإن X ينتمي إلى B يعني أي أنصر موجود في A يجب أن يكون موجود في B هذا التعريف الرياضي طيب في عندنا الآن 6 أبريشنز بعض العمليات على المجموعات كونسيدر أسيت X هاي المجموعة X X كابتل طبعا أنت A B صفر من X وعندنا مجموعتين A و B كابتل هم مجموعة جزئية من X ذن عندنا بعض التعريفات التقاطع الاتحاد A عدى B المتممة إلى آخره ما هو التقاطع؟ لو حكينا شو معنا تقاطع مجموعتين A و B تقاطعهم هي كل عناصر موجودة في كل من A و B إذن هي كل عناصر X بحيث X ينتمي إلى A و X ينتمي إلى B إذن هاي أنت يعني لازم تحقق الشرطين مع بعض أما بالاتحاد شو معنى أنه A اتحاد B هو كل عناصر موجودة في واحد من المجموعتين A أو B على الأقل إذن هي كل عناصر X بحيث X تنتمي إلى A أو X تنتمي إلى B طيب شو معنى A عدى B يعني كل عناصر موجودة في A ولكن استثني العناصر الموجودة في B إذن هي كل عناصر X بحيث X تنتمي إلى A and X لا تنتمي إلى B إذن هي الأعداد العناصر الموجودة جوه A خارج B المتممة اللي هي A كومبليمنت شو هي المتممة؟ هي كل العناصر التي تنتمي إلى X X هي المجموعة الكبيرة اللي منشتغل عليها ولكن لا تنتمي إلى A إذن هي كل الأعداد اللي خارج المجموعة A هاي بالنسبة للكومبليمنت طبعا كل هذول المجموعات الأربعة اللي حكيتهم بنقدر نعبر عنهم بالوصف المجموعة أولى اللي هي التقاطع إذن أول تعريف معنى التقاطع كبير نعبر عنه بأشكال VIN أو VIN Diagrams لاحظوا المجموعة A باللون أزرق والمجموعة B باللون الأحمر التقاطع اللي هي المجموعة هاي اللي جوه A وB معن طيب ما هو الاتحاد A اتحاد B إذن هي كل العناصر موجودة في A وB معن اللي هي هاي هاي A اتحاد B طيب ما هي A عدى B كل العناصر موجودة في A ولكن ليس موجودة في B إذن هي هاي هاي المجموعة هي A عدى B بل نستثن هذول لأنهم موجودات في B آخر شيء معنا اللي هي A كومبليمنت إلي كل العناصر الموجودة خارج A إحنا بنعرف إنه A هاي المجموعة إذن A كومبليمنت اللي هي هاي كل العناصر اللي خارج A هذول هم A كومبليمنت طيب نكمل بعض التعريفات من عند خمسة خمسة بحكي لنا المجموعة الخالية شو متممتها أكيد بدي يكون مجموعة كاملة X والعقص صحيح شو متممت الـ X كاملة متممتها اللي هي المجموعة الخالية في عندنا الملاحظة بحكي لنا A اتحاد A كومبليمنت بعطين المجموعة X نحن بنعرف إنه هاي المجموعة X لو اجيت على المجموعة A وعملت اتحاد لـ A واللي خارج A عملت لهم اتحاد رح يشكلوا عندي المجموعة X طيب المجموعة A ومتممتها شو بتقاطعوا المجموعة A ومتممتها هاي المجموعة A وهاي متممتها بتقاطعوا ما بتقاطعوا أبدا إذن تقاطعهم فاي في هون على اليمين نرجع بس نحكي على السريع نحكي لنا A عدى B هي نفسها A عدى A تقاطع B إذن A عدى B هي المجموعة A بس نستثني إيش العناصر الموجودة بالتقاطع إذن نفس الإيش هذول متكافئات كمجموعات وبزبط نقول إنه A عدى B هي A تقاطع B إلا وين تتقاطع A مع خارج B إذن هذول بعض الاستنتاجات أو النتائج من الشكل بحكينا إنه A اتحاد A لو عملنا اتحاد للمجموعة مع نفسها أو عملنا لها تقاطع مع نفسها دائما بيطل عندي نفس المجموعة A وفيه كمان عندنا بيقول لك إنه A اتحاد B كاملا شايفين للزرقة والحمراء المجموعتين هذول هذول المجموعتين مع بعض كاتحاد A اتحاد B هم نفسهم A عدى B اللي هو الطرف الأيمن وB عدى A له الطرف الأيسر بالإضافة إلى التقاطع فهذول عندنا لثلث مجموعات بشكل Partition لA اتحاد B تذكروا Partition حكينا إنه Partition اللي هو تقسيم المجموعة إلى أقسام ولا واحد منها بتقاطع الثانية فهذول ولا واحد منهم بتقاطع الثانية وإيش وإتحادهم يشكل المجموعة الأصلي A اتحاد B فقط هذا ما كنت بدي أحكيه في عندنا بعض الملاحظات Notes بحكينا اتحاد X ألفا ألفا ينتمي إلى دلتا إذن لما أنا أعمل اتحاد لعدة مجموعات Collection of Sets تمام اللي هو من X ألفا إذن شوه الاتحاد هي كل عناصر X بحيث X تنتمي إلى X ألفا فوصم ألفا ينتمي إلى دلتا إذن هي كل عناصر اللي بتنتمي إلى إحدى الCollection هذول إذن هذي إيش زي إيه اتحاد B بس بيجي أعم لعدة مجموعة مش مجموعتين قد يكون عدد لا نهائي من المجموعات طيب التقاطع لما أعمل التقاطع لCollection of Sets اللي هم X ألفا وألفا ينتمي إلى دلتا هذا التقاطع شوه هو كل عناصر X التي تنتمي إلى X ألفا لكل ألفا ينتمي إلى دلتا إذن العناصر اللي بتكون تنتمي لكل الـ X ألفا هذول الـ X ألفا هذ بشكل عندنا التقاطع لهم إن شاء الله الأمور تكون واضحة ما بعرف إذا مركزين معي ولا لا طيب بحكينا الـ Compliment لما يكون عندي اتحاد وأعمل له Compliment شو بعضيني طلعوا معي الـ Compliment لاتحاد Collection of Sets رح يكون هو التقاطع لمتممات المجموعات إذن متممة الاتحاد هو تقاطع المتممات هذا D-Morgans لا D-Morgans لا نفس الإشي الـ Compliment لتقاطع مجموعات هو نعمل اتحاد لمتممات هذه المجموعات هذول D-Morgans لا إذن نقدر نطبقهم كمان على حالي خاصة إذا كان عندنا مجموعتين تذكر كنا نقول إنه A-اتحاد B-Complement هو A-Complement اتحاد B-Complement إذن الاتحاد شو رح يصير عندي تقاطع والـ Compliment بتتوزع على إيش الطرفين نفس الإشي هون الـ Compliment توزعت على كل المجموعات اللي بالـ Collection طبعا نفس الإشي إذا A-تقاطع B-Hون هون رح نعكس هل يصير اتحاد المتممات فقط هذا حالي خاصة طبعا ما يكون عندنا مجموعتين هاي حالة عامة إذا كان عندنا عدل مجموعات لو كان لا نهائي طيب الآن عندنا موضوع اللي هو Sets General Properties إذن بعض الخواص على المجموعات الخاصية الأولى معنا بيحكي لنا أنه A-تقاطع B-تقاطع C هو نفسه A-تقاطع B الكل تقاطع C يعني إذا أخذت التقاطع للمجموعتين الثانيات أو للمجموعتين الأولانيات بيعطيني نفس الإشي الخاصية التجميعية تنطبق على الاتحاد والتقاطع نفس الإشي A-اتحاد B-اتحاد C يعطينا A-اتحاد B الكل اتحاد C إذن الاتحاد بيش مهم من وين أبلش من يسار أو اليمين إذا كل المجموعات بينتهم اتحاد عادي ببلش من وين ما بدي طيب الملاحظة الثانية بحكيلي إذا عندي A-تقاطع وجوه اتحاد مجموعتين إذن A-تقاطع قوسين B-اتحاد C بيحكينا إنه التقاطع بفوت A-تقاطع هاي بفوت على B وعلى C إذن A-تقاطع B الاتحاد بينزل A-تقاطع C فهي زي ما شفنا A-تقاطع B اتحاد A-تقاطع C ونفس الإشي لو كان بره اتحاد وجوه تقاطع الاتحاد بفوت يصير A-اتحاد B تقاطع A-اتحاد C إذن A إذن A تقاطع بتخش على الطرفين فهي بتصير A-اتحاد B تقاطع A-اتحاد C طبعا هذو نسمي Distributive Property خاصية التوزيعية في عندنا كمان ملاحظة بيحكينا إنه A-اتحاد B هي نفسها B-اتحاد A يعني لما أنا أكون عندي مجموعتين وفي بينتهم اتحاد مو مهم بشو أحط المجموعة اللي بالأول A-اتحاد B أو B-اتحاد A وكذلك الأمر بالنسبة للتقاطع A-تقاطع B هي نفسها B-تقاطع A وهي شو نسمي الخاصية التبديلية أو Commutative Property في عندنا ريماكس ملاحظات لت A-سب 6 من X إذن المجموعة A هي مجموعة جزئية من المجموعة X Then A-اتحاد X أي مجموعة أي مجموعة قاطعها مع Phi هذا واضح أي مجموعة ملا اتحاد مع Phi يعطيني A نفسها برضو هذا الاشي واضح تخذها مرتين بتعطين مجموعة نفسها يعني A-compliment يساوي A هاي حنا منعرف مجموعة A وهي الـ complement إلها هذا الـ complement تخذ المتميمة رح يرجع عندي A لذلك المتميم مرتين بتعطين المجموعة نفسها في عندنا اشي اسم الكارتيزيان product اللي هو A cross B الضرب التقاطعي خلوه بالانجليش كارتيزيان product عندنا definition A cross B شو هي مجموعة كل الأزواج المرتبة إذن رح تكون النقاط هون والعناصر عبارة عن أزواج مرتبة الإحداث الأول من الأول والإحداث الثاني من المجموعة الثانية إذن هي كل عناصر A B A رح تكون من المجموعة الأولى وB لت A العناصر A B C إذن المجموعة A فيها ثلاث عناصر هما A B C المجموعة B هي مجموعة فيها عنصرين اللي هم واحد واثنين الآن A cross B أو كارتيزيان product A ضرب B رح يكون عندنا أزواج مرتبة العنصر الأول بين هذول والعنصر الثاني رح يكون من هذول أو A مع 2 أو B مع 1 أو B مع 2 أو C مع 1 أو C مع 2 لاحظوا أنه A ضرب B بختلف عن B ضرب A B ضرب A العنصر الأول رح يكون من المجموعة H B والعنصر الثاني رح يكون من المجموعة A فرح يكون عندي 1 مع A أو 1 مع B أو 1 مع C 2 أو C مع 2 طبعا بالحالتين بيطلع عندي 6 عناصر في المجموعة طيب في عندنا بعض النوت بحكينا أنه العنصر 1 مع A لا ينتمي إلى A cross B 1 و A لا ينتمي إلى A cross B لأنه بينتمي إلى A B cross A ونحن نعرف كمان أنه 1 مع A بختلف عن A مع 1 الأزواج المرتبة من اسمها مرتبة ما بيصير أبدل A مع واحد هي مش مجموعة هي A زوج مرتب الملاحظة الثالثة بتحكي لنا أنه A cross B لا يمساوي B cross A اختلف عن بعض وهذا المثال يوضح لنا هذا ملاحظة شو معنى A يمساوي B من المساواة بين مجموعتين هو عبارة عن 2 subset أنه الأول والثاني في الأول هذا تعريف مساواة مجموعتين في الستيوري طيب نأخذ مثال آخر على كارتيزيان او cross product example بحكي لنا نفس المثال A يساوي A و B و C تفع ناصر و B المجموعة بي فيها عنصرين لهم 1 و 2 احنا منعرف أنه A cross B حسبناه بالصفحة السابقة وحسبنا أيضا B cross A لكن الآن بس بدنا نمثلهم على المستوى البياني احنا منعرف المستوى البياني هاي في عندنا الإحداثي الأول والإحداثي الثاني الإحداثي الأول بنحط عليه عناصر المجموعة الأولى يعني أنا لن بدي أحسب A ضرب B هون بحط عناصر A هاي هون A B C وهون بحط عناصر B اللهم واحد واثنين الآن باجي على الزوج الأول A مع واحد هاي A وهاي واحد إذن هاي A مع واحد العنصر الثاني A مع اثنين هاي A مع اثنين وبحط نقطة وهكذا B مع واحد B مع اثنين C مع واحد C مع اثنين بيطلع عندي ثلاث نقاط الآن شو الفرد بينها وبين B A بحط هنا عناصر المجموعة B اللي هم واحد واثنين وهون عناصر المجموعة A اللي هم ABC العنصر الأول اطلعوا معي واحد مع A إذن واحد مع A بعمل نقطة واحد مع B هاي واحد مع B واحد مع C هاي واحد مع C نفس الاشي اثنين مع A اثنين مع B اثنين مع C بطلع عندي كمان ثلاث نقاط طبعا بالحالتين A B بطلع عندي ست عناصر و B A بطلع عندي ست عناصر أو أزواج مرتبة لكن بختلف بالترتيب فقط لا غير هذا تمثيلهم على المستوى البياني ناخذ مثال آخر حتى توضح الأمور هذا المثال الثاني بس يمكن انا عدلت فيه شوية تعديل بسيط عن الدكتور حتى تصير معنا حالي أعام إذن example 2 Let A يساوي الفترة المغلقة من 1 إلى 2 و B الفترة للنصف المغلقة من 1 إلى 3 مغلقة من عند النصف و مفتوح من عند الثلاث الآن ما هو A هي كل الأزواج المرتبة اللي عنصرها الأول من A عفوا الإحداث الأول من A والإحداث الثاني من B إذن هي كل الأزواج المرتبة X Y تمام بحيث X ينتمي إلى المجموعة الأولى Y ينتمي إلى المجموعة الثانية شو معنى X ينتمي إلى 1.2 يعني X أكبر من أو يساوي 1 وأقل أو يساوي 2 حطينا مساوى لأنها مغلقة من الجهتين شو معنى Y ينتمي إلى هاي الفترة يعني أن Y بين النص والثلاث لكن الثلاث ما حطينا أو يساوي لأنها مفتوحة بينما عند النص حطينا مغلقة كيف نمثل على خط الأعداد بمثل المجموعة A هذه عندي مجموعتين A و B المجموعة A بمثل على المستوى أو الإحداث الأول أما المجموعة B بمثل الإحداث الثاني نحن نعرف هون عدد 1 و هون العدد 2 المجموعة A من 1 إلى 2 إذن أضع هكذا الخط وبحط نقطة مغلقة من الجهتين يعني إنها داخلة أما المجموعة B من النص هاي النص نحن نعرف من هذا العدد 1 وهذا 2 وهذا العدد 3 من عندي النص بحط دائرة مغلقة وبعمل خط الآن التقاطع بقاطع المجموعة هاي إذن هاي المجموعة عبارة عن خط زي هيك وهاي المجموعة عبارة عن خط إذن تقاطع هم رح يصير هيك منطقة مظلة طبعا هون هاي داخل و هاي داخل فهاي داخل و هاي داخل والخط هاي كامل داخل إلا لحند هذا الخط هذا الخط لاحظوا إنه دائرة مفتوحة يعني إيش الثلاث غير داخل بالمجموعة بي إذن كل هذا الخط رح يكون غير داخل فبحمله إيش منقط و بحط دوائر عند الزوايا هذا فقط تمثيله على المستوى البياني نأخذ مثال آخر آخر مثال معنا المجموعة هي الفترة المغلقة من 1 إلى 3 أما المجموعة بي هي العنصرين 1 و2 ما هو A كروس بي قلنا هي الأزواج المرتبة A بي A بدي أخذها من A وB بدي أخذها من B إذن A لما أخذها من هون يعني رح يكون A بالفترة من 1 إلى 3 إذن A أكبر أو يساوي 1 وأقل أو يساوي 3 أما بي رح يكون من الأعداد هذول لهم 1 و2 وB يساوي 1 أو B يساوي 2 أو أكتب مثلا B ينتمي إلى 1 2 مجموعة طيب لو بدأ مثلا خط الأعداد بمثل A على المستوى الأول على الإحداث الأول والمجموعة B بمثل على الإحداث الثاني المجموعة A هي الفترة من 1 إلى 3 إذن هاي مثلت الفترة من 1 إلى 3 أما بالنسبة للمجموعة الثانية هي عددين فقط 1 و2 تمام الآن وين يتقاطعون هذول بدأ قاطع كل النقاط هذول مع 1 و2 إذن رح يتقاطعون عندي بهذا الشكل هاي تقاطع المجموعة هاي مع 1 وهاي تقاطع المجموعة نفس A مع العدد 2 هيك بيطلع رسم المجموعة على المستوى البياني إن شاء الأمور تكون واضحة وفيك أنا بكون خلص شرح هذا الفيديو شكرا على المشاهدة وإن شاء الله بلتك فيكم في فيديو جديد يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته